طبعاً حضرتك أول ما شفت عنوان الفيديو حكم السجاير عايز تقلب الفيديو وعارف إن أنا حقول حرام زي كده ما بتشوف في العلبة مكتوب عليها التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة وأمراض السرطان وبارضه مكمل وبتشرب بس أنا عايزك تسمعني يمكن تلاقي حاجة جديدة غير اللي أنت مقتنع بيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أخي وصديقي وأبي وأختي إلى كل مدخن عايز النهاردة نتكلم مع بعض حوار بالعقل من القلب حوار المحبين لبعضنا كده أنا مش عايزك تتصدم كده من العنوان وتقول لي أنت حتقول لي حرام وحلال لا أنا عايزك النهاردة تسمعني عن التدخين أي أن كان نوع التدخين سواء كان التدخين العالي اللي كل الناس بتعود عليه عن طريق السجاير والشيشة أو التدخين المطور دلوقتي عن طريق السجاير الإلكترونية وغيرها كله سواء كله في الضرر زي بعضه ومحصل بعضه ومشاء الله دماغ المصريين متكلفة لدرجة أنك لما تبحث في الموضوع تلاقينا بننفق على السجاير سنويا ما يزيد عن 40 مليار جنيه يعني تخيل ممكن نبني بيهم كم مصنع ونجوز بيهم كم شاب وفتاة ونبني بيهم كم شقة لكن بتضيحهم كلهم على المزاج المتكلف تسيبك من ده هتقول لنا ما لنا وما الاربعين مليار هم يعني كانوا طالعين من جيبي أنت حضرتك دلوقتي اللي بتسمعني دلوقتي أيوة أنت على أقل بتشرب علبة واحدة في اليوم في 35 جنيه يعني تخيل كده في الشه بتنفق حوالي 1050 جنيه على السجاير بس يعني في السنة يعني 1050 في السنة 12 شه يعني حضرتك بتنفق سنويا 12600 جنيه على المزاج والدماغ بتاعت حضرتك يعني لو ربنا قدرلك تعيش 30 سنة بتشرف فيهم سجاير بتخسر من فلوسك وجيبك ودمك 378 ألف جنيه في 30 سنة دول ده لو السجاير مزادش سعرها زي الدولار ما بيزيد وغيره ده كده في النهاية أمور بسيطة ممكن تقولي أنا بتعب وبشتغل وبأصرف على دماغي فيه ايه يعني؟ طبعا ده كله من فلوسك من جيبك سيبك من موضوع الماديات اللي ممكن أنه يتعوض لكن المشكلة في صحتك اللي بتضيع كل يوم منك وكل يوم بتخسر جزء فيها سواء بقى كان مصاريف علاج مصاريف كشف مصاريف أدوية إلى غير ذلك مادة النكوتين اللي موجودة في السجاير اللي ممكن تؤدي إلى حالات الإجهاد المبكر أو موت الجنيم مبكرا في بطن الأم سواء كانت هي المدخن المباشر أو اللي بتاخد من حضرتك وانت بتدخم في البيت مادة النكوتين اللي لها أضرار سلبية كتير جدا من أن هي ممكن توصلك لدرجة الإدمان اللي هي ممكن تعملك سرطان الرئة والعياذ بالله اللي هي ممكن تعملك ألام صدرية حادة زي الربو وغيره اللي هي ممكن توصل حضرتك لرعشة في العضلات اللي هي ممكن توصل حضرتك لمصائف في الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية إلى غير ذلك من الأضرار التي لا تعد ولا تحصى بسبب مادة النكوتين اللي موجودة في السجائر صحتك مش غالية عليك؟ صحتك مش مهمة؟ طيب أولادك زنبهم إيه؟ إنهم يشموا الريحة الكريهة دي من بقك في الليل والنهار زنبها إيه زوجتك؟ إنه يتقرب منك وإنت حاطت في بقك مادة مدمرة لها والأولادها والحضرتك تخيلوا 13 مليون مدخن علاقتهم الأسرية سيئة للغاية بزوجتهم وأولادهم بسبب التدخين كل ده مش كافي إنك تلاجع نفسك وتقول أنا حرم السجائر دلوقتي أيوة وإنت بتسمعني ترميها من إيدك وتقول عهدتك يا رب إن أنا مرجعش أبداً لها مرة تانية اقروا عن الناس اللي كانت مدخنة وتابت لربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموتوا على السجارة اللي تعودوا عليها لأن من عاش على شيء مات عليه ما تضمنش إنك وإنت بتموت والروح بتطلع منك ماسك سجارة في إيديك بدل ما تقول لا إله إلا الله قاعد تشد في الأنفاس نفس ورا نفس لحد ما تخرج روحك في النهاية بس عايز أقول لك أنت لو صممت وعندك إرادة وعندك عزيمة وتوكلت على الله ودعيت المولى إنه يوفقك ويكرهك فيها وصحبت صحبة كويسة تعينك على إنك تبعد وبعدت عن الصحبة السيئة اللي بتفكرك بالسجائر لو عملت كل دول تأكد والله العظيمة هترجع لها مرة تانية هم أسبوع أو اتنين أو تلاتة هتتعف فيهم شوية علشان تبطل العادة القبيحة دي لكن في النهاية أنت الكسبان أموالك كسبان صحتك كسبان زوجتك كسبان أولادك كسبان حياة نظيفة طاهرة بعد دا كله مش عايزنا أقول لك إن السجار حرام وإن ربنا قال لنا في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإنت كده رايح للتهلكة ركب أطر مش عايزنا أقول لك إن ربنا قال لك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة بقى الرحيم يرحمك وإنت مصمم تعذب نفسك بالسجارة بقى مش عايزنا أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر لنفسك ولا ضرار لغيرك وإنت مصمم تضر نفسك وتضر غيرك وتخلف حبيبك وفي الآخر تقول أنا بحب النبي فين المحبة دي بقى في النهاية مش عايزنا أقول لك إن ربنا قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم وصحتك نعيم حتتسأل عليها وفلوسك نعيم حتتسأل عليها وزوجتك وأولدك نعيم حتتسأل عليهم وحياتك وبدنك وجسمك وشكلك نعيم حتتحاسب عليه يوم القيامة لما ربنا يسألك إنت مستعد تقول له إيه أفضل سجارة حضرتك حتنتفع بيها في الحياة هي السجارة اللي حترميها من إيدك دلوقتي ومش حتقرب لها أبدا بعد ما سمعت الكلام ده وأتمنى تفكر فيه بعقلك وقلبك وبحبك في الله والسلام اشتركوا في القناة